بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين أيها الأحباب جاء في السنة المطهرة ما يدل على مدح النبي عليه الصلاة والسلام جماعة وفرادة بدف ومن غير دف في المسجد وخارجه أليس ثبت في الحديث الصحيح أن أشخاصا من الحبشة كانوا يرقصون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدحونه بلغتهم فقال عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون فقيل له إنهم يقولون محمد عبد صالح فلم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك أليس قال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم له يا رسول الله امتدحتك بأبيات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلها لا يفضل الله فاك فأنشد قصيدة أولها من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق وفي آخرها وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نهاه ولا قال له حرام أن تمدحني بل استحسن ذلك منه ودعا له بأن تبقى أسنانه سليمة فحفظها الله له ببركة دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حيث توفي العباس في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما وهو ابن ثمان وثمانين سنة ولم يسقط له سن ولا ضرس واسمعوا أيها الأحبة ماذا قال الحافظ السيطي عندما سئل عن عمل المولد الشريف في رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد قال واسمعوا جيدا ماذا قال أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي عليه الصلاة والسلام وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم صماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيها من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم فلا يهولنكم عباد الله رحمكم الله كلام نفات التوسل المحرومين من محبة نبينا رسول ربنا عليه أفضل الصلاة والتسليم الذين يزعمون أن أجدادي وأجدادكم وأسلافي وأسلافكم وأسلاف المسلمين كلهم من كل أرجاء المعمورة كانوا على ضلال في احتفالهم بالمولد الشريف حتى جاءوهم فعرفوا الحق والعياذ بالله تعالى هؤلاء جاهلون بالخالق تعالى محرومون من محبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ولا تغتروا بشبههم ولا تلتفتوا إلى إنكارهم واحتفلوا بالمولد الشريف واقرأوا القرآن واقرأوا ما حصل عند مولده وما ظهر من الآيات الباهرات وامدحوه بحسن النية وعظموا قدره ولا تبالوا بمنكر أو جاحد هذا النبي محمد خير الوراء ونبيهم وبه تشرف آدم هو في المدينة ثاويا بضريحه حقا ويسمع من عليه يسلم صلى عليه الله جل جلاله ما راح حاد باسمه يترنم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين